السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب عطارد من برج العذراء لبرج الميزان يوم الخميس 26 أيلول سبتمبر انتقال كوكب عطارد من برج العذراء لبرج الميزان رح يكون الساعة 8.8 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الخميس 26.09 ورح يضل بحركة أمامية لغاية الساعة 27.22 دقيقة من مساء يوم الأحد 13.10 لا ينتقل بعدها من الميزان لبرج العقرب كوكب عطارد هو المسؤول عن القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة والذكاء والكتابة والتحليل وقوة الحدث وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات من صفاته لما بيكون في حال سعيد جدا بعطينا الفضول العفوية قوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن لما بيكون منتحس بعطينا العصبية والعنادة والجدال والكلام اللاذع خلال الفترة المذكورة طبعا زي ما حكينا أنه من يوم 26.09 لا يوم 13.10 رح يكون موجود بالميزان معناته رح يعطي موليد برج الميزان قوة الفكر والإدراك الجيد والرغبة في الدراسة والمطالعة وإجراء الاتصالات والتنقلات الضرورية وبيتمتعوا بالقدرة العالية على الإقناع بيقنعوا الغير بوجهة نظرهم بيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية والنارية يعني أن الجوزاء الدلو والميزان أولا وبعدين عندنا الحمل والأسد والقوس وكل شخص لما انولد كان عطارد في ساعة ولادته موجود في الميزان طبعا بما أنه رح يكون موجود في الميزان وهو البيت السابع إذن مواضيع إلها علاقها باكتشافات جديدة ومواضيع جديدة إلها علاقها بالاتصالات والمواصلات والعقاقير الطبية الناجحة كل شخص لما انولده كان عطارد موجود عنده في برج الميزان غالبا هذول أشخاص بيترددوا عند اتخاذ أي قرار بدرسوا مرة وثنتين وعشر وعشرين وبعدها يعني ممكن أنهم ما يتخذوا القرار يعني بظلوا مترددين وبينتظروا الطرف الآخر هو اللي يصدر القرار اللي هم بدهم يمشوا عليه أهم الزوايا اللي رح يشكلها طبعا وهي الزوايا زي ما دايما بنذكر هي الأساس في تحديد أنه رح يكون سعيد ولا رح يكون منتحس أثناء وجوده في برج الميزان أو الفترات اللي رح يكون فيها سعيد والفترات اللي رح يكون فيها منتحس وهي بتتحكم بشكل كامل بمجريات هذا الكوكب حتى لو كان بيته بشرفه بوين مكان الزوايا هي الأساس بالتحديد خلينا نشوف إيش الزوايا اللي رح تتشكل بالفترة القادمة يوم ثلاثين تسعة في زاوية رح تتشكل هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الشمس طبعا تأثيرات كوكب عطارد دائما بتبدأ قبل بثلاث أيام وبتستمر ثلاث أيام ما بعد الزاوية إذن الزاوية يوم ثلاثين تسعة ما قبلها بثلاث أيام وبعدها بثلاث أيام بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفرية ضرورية تجلبنا الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات أو النجاح الأدبي ومشاريع حالية وبرضه بيجلبنا قدرة على التركيز على مجهوداتنا وعلى أهداف محددة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون دروتها يوم ستة عشرة بيسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد وممكن انثور بشكل مبالغ فيه في وجه أي شخص بوجهنا انتقاد أو بيعطينا ملاحظات بخصوص تصرفاتنا أقوالنا أفعالنا وبتكون ردة فعلنا بكشف عيوبه وأخطاه وبتجعلنا عصبيين سريعين الانفعال والتهيج وبتدفعنا للنزاعات والتعقيدات وخصومات في حياتنا الحميمية والمهنية كما بيزيد من احتمالية التعرض للجروح أو الحروق أو الإصابات في أنشطتنا اليومية أما دوليا فهي بالدل عن انتقادات وسائل الإعلام لزيادة نفوذ السلطات الأمنية أو الجيش في البلاد وقمع حرية التعبير في بلد ما طبعا ممكن تمار السياسة قمعية ضد الصحافة وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة للتعنيف أو العدوان وربما للسجن بتتوجه وسائل الإعلام كذلك لانتقادات لردي أوضاع القطاع الصحي أو قطاع الصناعة وربما يعني أنه بالفترة القادمة نشهد اضطرابات أو اضرابات أو احتجاجات للأطبة والممرضين أو اليد العامل في بعض المؤسسات وبتتوجه انتقادات لقطاع الرياضة والمطالبة بالاهتمام به وإدراج فئات شبابية في الفرق والأندية لتشبيبها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهذه الزاوية رح تكون يوم 18 وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبيزيد من ميلا للعلوم الطبية أو الأستاذة أو الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهذا التحويل هو فترة مناسبة لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات ما الذي ممكن تمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل الخلافات والدعوى القضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية تربية سلبية بين عطارد وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون يوم 13 عشرة بتدفع بعض الأشخاص للتصرف بشكل فض وعليه يجب عليهم تعامل بانضباط مع الآخرين وبتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من العنادة وبتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا وأزمات إلها علاقة مع أزمات القلبية إللي أسبابها عصبية أو حوادث بتيجي عن طريق النيران بهاي الفترة طبعاً بتكون تتوخل حذر أثناء قيادة السيارات ممكن تكثر الحوادث في الفترة هاي إللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات يعني تعد حركة كوكب عطارد الأمامية من 26-9-13 ممتزجة خليط ما بين الإيجابية وما بين السلبية عشان هيك بتكونوا حاذرين بالأوقات اللي ذكرناها خلينا نشوف إيش التوقعات رح تكون خلال الفترة القادمة لجميع الأبراج برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بما أنه رح يكون موجود في البيت السابع يعني مقابلك تماماً رح يكون عطارد في الميزان إذن الفترة القادمة رح يكون التركيز على أمور تتعلق بتبادل الأفكار وميلنا لتبادل الأفكار مع شركائنا بالعمل بشكل واضح ورح تجد الكثير من الأفكار المقنعة اللي بتدفعك للعمل أكثر برضو بتدفع للأمور اللي إلى علاقة الأرباح المالية المفاجئة وكما إنها يعني بتكون في الفترة القادمة أو بتجد نفسك محاور جيد مع شريكك العاطفة أو مع الزوجة وبيصود علاقة فيها نوع من أنواع جو عميق والميل للتفكير المدروس والتخطيط البنال للمستقبل وأيضاً بتشهد العلاقة بينكم شكل من الهدوء والتفاهم والتواصل حتى المصالحات والإقناع بالفترة القادمة ما بين الشركاء بتكون أقوى برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بما أنه رح يتواجد في البيت السادس إذن التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة أكثر شيء فإذن في الفترة القادمة قدرتك على الصبر ورغبتك في تحقيق إنجازات الأعمال بشكل كبير سعيك المستمر للوصول للأهداف العملية بتجعلك متعاون مع زملائك بالعمل وممكن تعقد الكثير من الجلسات الحوارية اللي بتكون نتائجها مرضية بالنسبة لإلك بعض الأفكار المهمة اللي ممكن تطرحها بالفترة القادمة بتجد أشخاص يسمعوا لها ويستفيدوا منها ويأخذوها على محمل من الجد في نوع من أنواع الحديث الشفاف بيدور بينك وبين أحد المحيطين فيك بيدخل السرور على قلبك وممكن تجد نفسك معجب به وممكن تتطور العلاقة لعلاقة عاطفية جميلة وخصوصا بإطار العمل تحديدا أو اللي بيشتغلوه بالقطاع الصحي برضو بعضكم ممكن يراجع بعض المستشفيات أو العلاجات لأمور تتعلق بالأعصاب أو بالأربطة أو بالمفاصل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا وجود كوكب عطارد في البيت الخامس لا إلك رح يمنحك الرغبة في القراءة والمطالعة والبحث عن كل شيء جديد في الحياة بتدهجك المعارض الفنية الأمور الجمالية المحاضرات الأدبية الفكرية وبتسعى جاهد في الفترة القادمة لتطوير هواياتك ولسيما الفنية منها بتكون علاقاتك بأبنائك ذات طابع تحاوري تبادلي ممكن تحثهم على المعارف أكثر أو تحثهم على الدراسة أو على الانطلاق أو على هواي ممكن تتعلم هواية جديدة أو تطورها بعض الكتاب والمؤلفين في هاي فترة مناسبة لهم لأنه ممكن يكون في نشاط أدبي يحصلوا على جائزة أو على تكريم وممكن تجد شخص غريب عنك بتقرب منك عاطفيا أو إثر لقاء مفاجئ كثير من موليد برج الجوزاء بصير تحاورات للأمور العاطفية أكثر مع الأحبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا وجود عطارد رح يكون في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة وأفراد الأسرة تحديدا أفكارك بتكون خلاقة بالفترة القادمة لا سيما علاقاتك بأفراد الأسرة ممكن تقترح بعض التعديلات أو التغييرات المهنية أو حتى ديكور منزل أو تغيير المنزل أو استئجار بيت أو حتى إدارة المنزل بشكل أوضح وأفضل اللي بيشتغلوا بالمجالات العقارية والمعاملات العقارية بينجحوا بشكل كامل للترويج لسلعتهم برضو ممكن تحاول بحل بعض الأزمات بطريقة ودية أو مثلا تهتم بمسائل تتعلق بأثاث البيت زي ما ذكرنا الفترة مناسبة لتصفية بعض الخلافات أو الدعاوة القضائية ولكن ثم من يحاول خداعك أو استغلال طيبتك لا تمرير بعض المشاريع ممكن تتلقى اتصال يدخل السرور لقلبك كنت بتنتظره وبرضو بتدل على الأفراح العائلية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا وجود كوكب عطارد في البيت الثالث يعني نشاط بالتنقلات بالسفريات القصيرة التنقل بين المحافظات الاتصالات الكثيرة بتكون وقدرتك على الإقناع بتكون عالية جدا سرعة البديهة بتكون قوية جدا مرضو بتنشط بحضور الأمسيات أو الندوات ممكن تنشط في المطالعة والرغبة في التواصل والحوار مع الآخرين كثير من الجلسات المفيدة في هاي الفترة اللي بكون مثلا اللي كان يسعى لتأسيس معهد أو مركز تنموي أو تعليمي أو نادي مثلا فهي الفترة الأنسب لذلك هاي فترة مناسبة للتقرب من من تحب ثم علاقة قديمة ممكن انها تعود للظهور مرة أخرى صداقات بتتجدد عاطفيا ممكن تجد نفسك مدفوع لا وضع نقاط أساسية للتفاهم مع الشريك العاطفي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا أفكاركم الإبداعية والمبتكرة في الحياة بما أن القمر رح يكون موجود في البيت الثاني لإلكم يعني الأمور المالية فهي الفترة رح ينصب تفكيركم على كيفية الحصول على المال حي ممكن أنك ما رح تدخر جهد للبحث عن مصادر كسب حقيقية أو تحاول إعلان مشروع أو اختراع أو كتاب جديد علاقاتك المالية في هاي الفترة هي محط اهتمامك رح تجد أشخاص بيدعموك وبيقدموك يد المساعدة أو الأفكار وانت رح تنفذها على أرض الواقع تجد بعض الحميمية في العلاقات مع شريكك العاطفي أيضا بالفترة القادمة ولكن الأمور المالية هي أكثر شيء يعني بشغل فكرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا وجود الشمس ووجود عطارد فإذا بداية الشهر الذهبي احنا منسميه رح تجد نفسك محط إعجاب الآخرين ومصدر بهجتهم وفرحتهم وتفاؤلهم عندك القدرة على الإقناع الآخرين بوجهة نظرك بتتغير الأمور للأفضل بطريقة تشاركية بتجد نفسك محاط بمجموعة من المهتمين وبتكون الأضواء مسلطة عليك بشكل إيجابي عموما هي فترة مناسبة للتحصيل العلمي والدراسي وممكن تميل القراءة والمطالعة والرغبة في المعرفة بيعود برضو هذا كله لنشاطك إذا استسلمت ورضخت للوساوس والانهزامية فإذن انسى كل اللي أنا بحكيه يعني وجود عطارد في برجك يعتبر من أجمل الفترات على الإطلاق بالنسبة لألك فترة مناسبة عاطفيا لتبادل الأفكار مع الشريك والوصول لتفاهمات جدية ومرضية لا سيما بعد فترة من الانقطاع أو الظروف المعاندية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبيعتك المتحدي المندفع ما رح تعرف في هاي الفترة بأي حواجز أو عوائق يعني رح تمنعك عطارد وجوده في بيت متاعبك رح يدفعك للمغامرات بشكل عنيف رح تبع حث عن الحقيقة في كل شيء ورح يتميل لمعرفة الأشياء والأشخاص والأمور بعمق ما رح ترضيك الأمور السطحية في الفترة القادمة ممكن تهتم بكل ما هو جديد فرصة حقيقية للتعرف لأشخاص بيكون لهم دور مختلف في حياتك فما تفوت هاي الفرصة من إيدك حاول إنك تعفو عن بعض الأشخاص اللي أساؤوا لك وتفهم وجهة نظر الآخرين وثم أشخاص بيحاولوا إنهم يتقربوا منك عاطفيا بطريقة مقنعة بترضي غرورك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس هذا شهر الصداقات والرفقاء والعملاء والأنصار رح يكون هذا الشهر محط أنظار المحيطين فيك ورح يظهر لك كثير من التقدير والإعجاب والود ورح يتميل لطبيعتك المعتادة في الحوار وتبادل الأراء والرغبة في طرح المسائل بكل عمق والرغبة في الوصول لمعارف يعني بشكل أكبر يعني نشاط اجتماعي بشكل واسع عليك التخفيف من توترك في هاي الفترة حاول إنك تعود لطبيعتك الحقيقية المليئة بالمرح والود هناك الكثير من الأشخاص اللي بيكونوا لك المحبة وبيحاولوا متجسور التواصل والحميمية معك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا وجود الآن عطارد في بيت السمعة فإذا منقول إنك أنت الشخص اللي بيحاول هذا الشهر إنه يجد مكانه الصحيح لدى المسؤولين عنه في العمل بيحاول التقرب منهم طرح أفكاره عليهم كثير من موليد برج الجدي ممكن يجدوا عمل جديد أو يتوظفوا أو يقدموا طلبات ويصير لهم مقابلات كبيرة وممكن تجد بعض الأفكار لطريقها للتحقق أفكار بتكون موجودة عندك ولكن تبدأ تتحقق في خلال هاي الفترة بعض المشاريع اللي بتفكر فيها بتحتاج للكثير من الدعم فما تغامر فيها إذا كنت بتبحث عن الحب يعني كون دائما على طبيعتك المهذبة بعيد عن المبالغة أو التصنع ممكن يكون فيه مشروع فأنت بتفكر له تجد داعمين لإلك أو هذا المشروع يرى النور خلال هذا الشهر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا شهر يعتبر من الأشهر المميزة بالنسبة لإلك هذا شهر السفر الخارجي الاتصالات الخارجية وأيضا الدراسة الجامعية والقضايا القضائية والاستراد والتصدير فإذا عندك فرصة حقيقية للتعاقد مع جامعات خارجية للدراسة أو التدريس وبتنشط بشكل واضح في الاتصالات الخارجية مع أشخاص بيقيموا خارج البلاد وممكن يعود عليك هذا الموضوع بالخير الكثير يمكن للتجار الاستفادة من التبادل الأفكار أو الصفقات المربحة بالنسبة لإلهم لا سيما الاستيراد والتصدير ممكن تحاول التقرب من شريكك العاطفي بطريقة ودية وقائمة على الحوار كثير من موليد برج الدلو ممكن تبدأ علاقة عاطفية ما بينهم وما بين أشخاص أجانب أو من خلال المراكز التعليمية أو الجامعات برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتجد نفسك بتبحث عن أفضل الطرق لضبط ميزانيتك بشكل معقول خلال هذا الشهر بما أنه رح يكون عطارد موجود في البيت الثامن فأيذن هاي فترة لها علاقة بضبط الأموال والميزانية والأموال المشتركة مرت فترة عليك فترة فيها نوع من أنواع التفذير والإصراف والأموال اللي بتجي المصاريف من تحت الأرض في كثير من الأفكار المبتكرة في هاي الفترة اللي بدأ بمشروع أو عمل جديد أهم إيش إنك ما تخبئ أفكارك المبتكرة رح تكون هاي الفترة جيدة للتفكير الحقيقي بكل شيء بيتعلق بصحتك وجمالك ورغبتك في الإنجاب انتبه لأمورك المشتركة إيش ما كانت بنك ضريبة تهمين أموال الزوج الزوجة وما تبالغ كثير في تشتيت ذهنك في أكثر من موضوع حول التخفيف قليلا من إنفعالك في علاقاتك بشريكك العاطفي هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء